سلام عليكم حبيباتي اهلا بكم على قناتكم غلصة ليلي انتمنى تكونوا كامل بخير اه قبل ما نبدو الوصفة تعنا ننصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام على بسم الله حبيباتي راح ندير الجزائري بمقادر مضبوطة وتشكيلة سهلة ان شاء الله اهنا يا عندي ربعة غرفية تحريرة يعني متوسطين تفارينة اللي هو الطحين الابيض اهنا يا عندي مايزينا نصف عبر تاع مايزينا نصف غرفية ناشا اللي هو مايزينا هنا يا عندي غرفية تاع خاليط بين ماء الزهر والماء عادي يعني ديرو خاليط نص نص هنا عندي زبدة او سمن اللي دوبتها وهنا خسني شوية راح نجيب كاس سعالاتي كاس غيك ما كنت لاحظوا معايا راح نزيدها الزيت عادنا حبا بيد خميلة الحلوة ملعقة تخل ملعقة كبيرة تخل الابيض عادنا شوية ملح ولافاني هنا راح نزيد العمر الغرفية تاع الزبدة بالكاس تعالاتي يعني صغير نورمال عادي كسلاتي تعزيت هنا يا نبدو بسم الله نديرو الوصفة التاعنا اه هنا راح نجيب القصعة ونغربل الفارينة التاعنا يعني ضروري تغربلوها كما الاخوات لا يبغوا يعني تديرو كمية قليلة تبغوا تسيو ملعقة غرفية دو كاس صغير ولا لغامي كان تاع الزيار هنا راح ننغربل الناشا اللي هو الماي زينا نصف عبر يعني نصف غرفية عفوا ونخلط راح ندير خمية الحلوه انا عندي 15 جرام بس قديت كيلو تاع فارينة ولا راح ندير 15 جرام بس قديت كيلو تاع فارينة راح نديرو يعني نصف غامي كان صغير ديرو غي سبعة جرامات يعني يغصاشي واحد هنا يا الاخوات يبغوا بالقرام راح نقولكم بالقرام في كيلو فارينة ديرو 250 جرام الزبدة كيلو فارينة 150 جرام الزبدة معاكز على هاتي تعزيت هنا يا نخلط مليح انا اجتني هنا يا هاتي الغرفية كيما شتمعها اللي عبرتم جاتني كيلو والزبدة تاني 250 جرام دوبتها جاتني هناك الغرفية وزمعها شو يا زيت اه هنا نخلط النواشف ومن بعد راح نجيب الفارينة على القرام чтобы Azerbaijan المتقدم من راح، الزبدة ولو شو يا زيت تمعتوا ديره السمن�� liderوا السمن انا ذكت الزبدة يعني الحرى كما تبغوا ديروا مرقارين يعني افتاء الحرب Gerryjar مرقارين ولو زبدة كما تبغوا فارينة يأتي الصغيرة وهنا هي راح ندير الوافاني ملعقة صغيرة ومن بعد راح كبيرة تات satisfactory granular financial نحن نجد المليح كي نجد المليح و قمت بسس كم ينبسس السميد و قمت بسس كم تسس تحضر، انني قمت بسس فيديو مليح 20 دقيقة و قلت بسرعة و لا بعد قلت بسرعة و قمت بسرعة اتضرب ماء خلط الماء الزهر خلط الماء الزهر أكثر من الماء أطلب نشغل نبضي نضيف نشغل نبضاء و نضيف نقلها من ننظر أنعد نلخ الوصول مضيف نضيف نلخم الماء ننطق العجين لا يكفي لا تقليل نشفة نحاول نخدم مليحيا نضيف نلخم الماء مثل الزبدة يجب على البيض نجيب على البيض نجيب على الأقل ساعة سوف نضغط الميزينة نضغط الميزينة نضغط الميزينة نضغط الميزينة نحل الورق نقوم بالميزينة نضغط الميزينة نضغط الميزينة نحل السطاق خلط الميزينة نحلها. نحلها ثانيك شوية. كما قلت لكم هاتي القريوش بلا آلات بلا آلات القريوش. كيف نزل الاخوات معنوش الآلة هذيك. اليوم قلت نجدها لكم بلا آلة. يعني كالأخوات يقدروا يديروه والأخوات اللي عندهم الآلة استعملوا الآلة. يعني ورقه كما هكا كما كنت لاحظوا معايا. ومن بعد كل يعني قسمه القطع على زوج ورقها في الماشينة. نحن نعود حلتها نعود نطبق المرة الثانية كباشتوا معايا. ونعود نحل. نتبعوا مليح الفيديو كما كنت لاحظوا يعني راه سهلة. هي من الأحسن الآلة بساعدكم بزاف كيتحلوا بيدكم. يعني يطبطوا شوية تدو وقت شوية. وانا هنحلها كما هكا مليح. كما هكا ونعاود نديل مايز هنا ونطبق هالمرة الثالثة كما تقلت ورقوها غيزوش خطرات. مسقش ورقوها بزافة بزافة. يعني اه دفوة تخوافة يعني ماكسيموم تخوافة. هنا نطبقها نعود نورقها المرة الثالثة والآخرة. وورا اخوات اللي عندهم اللي عندهم الماشينة حلوها كما هكا كما كنت لاحظوا معايا ومبيتفوتوها في الماشينة. ولبت يعني العجينة تعقريوش. مسقشت اه 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 ادفتت ويتكسر يعني اغلى تحطوا يعني قطعوها. كنت ادفتت ويتكسر يعني ادفتت ويتكسر يعني اقدروا عجينة بزافة. هنا حاليتها بديك. لاحظوا ينحلف فيها ونعاود. النعم في المفترض نقوم بعمل السمك نقطع السمك الاخر اه. والا عندي انا هادة بسح ما ادرك مخلطش بهادا يعني الاخوات يبغو يخرون بهادا. تقدروا هادا اشتهم البلاد. انا درت بالشرارة تعقريوش. والا. احنا ايا يعني سجم العجينة التاعين قطع حكاك وتلاحظو. والا انا شدرتها يعني ما كبير ما صغير. والا شوفوا السمكة العجينة التاعنا. انا عاود حليتها عاود حليتها شوية بالوراق. خاشكو دلوها رقيقة بزافها يتكسر را يتهرس وكو دلوها غليدة را يجي مع الجن من الداخل. شوية بلونت خافة يعني شوية قابين غليدة تاع البقلاوة قابين. اهنا يا نبدأ ان اه ندير الاشكل قريب وشتاعي هنا راح ندير واحدة زوج خطوط ثلاثة اربعة وندير خمسة وفي الساتة نقطع. مبارك تشوفوا معاي هنا نقطع في الساتة نقطع في الساتة نقطع على زوج انا بغد نديرها شوية كبير خاشكو نقطع عجينة على زوج اغتجيني صغيرة وهنا التشكيلة يعني تبع معايا مليحة تشكيلة هي سهلة يعني شوية عجينة عاود رقاكتها عاود حليتها شوية هنا ندير واحدة بوحدة ها نتبع في الفيديو سبوع ندخل سبوع ونخرج واحد نسق من مليح الحبة التاعي يعني شوفوا معايا مليح هاي وينا يعني عجينة هي شوية كاكم كنت لاحظوا ما يشغل ايضا وورا اهنا يا نجيب هادا كما كنت شوفوا هادا اللي را مهود من تحت هاي وينا اللسقة مع هاد الفوقاني يعني تبعوا مليح الفيديو وورا لسقة هنا يا مع هاد الفوقاني كيما هاكا وندخل اللوبوس شوفوا يعني ندخل اللوبوس هنا في الثلاثة هادو يتلاق مع الصباح هادك جو الصباح يتلاقوا يعني شوفوا ونخرجها يعني شوفوا نحكم ها ونخرجها نحطها في الدية ونخرجها كيما هاكا وتشكل عدنا حبة تاعقرية وش راهي سهلة نتمنى اشارة تكونوا فهمتو نحطها فوق البرونتخافاي ونسقمها يعني نوقف هادو كل التشكيلة يعني نشكل حبة تاعقرية وش نوقف هادو كل العجين هادا كنوقفها قربتلكم هلا بشتشوفوا مليح يعني تبعوا مليح في الفيديو راكم تفهموا يعني نوقف هادو كل الخطوط اللي قطعناهم ونسقمها يعني سهلة كما كبتلاحظوها ها ونا وان هنا احنا ينسقمها مليح وتجعلنا حبة تاعقرية وش وان هنا يندر كيم هاكا فلدو كوتي ها ونا نزير مليح كما هاك وهاي حبة تاعقرية وش تعنا كما لكم تلاحظو يعني سهلة مهلا وسقم واتو ما حلو يعني يقتحلو لهدو كل اخر وان هنا سلكوها مليح هن يوري لكم ها يومين حبة تاعقرية وش سهلة مهلا هنا ايا راح نشكل احد اخرى قدامكم باش الاخوات يفهموا مليح راح ندير خمسة وفي السادس آآ نقطع عافوا خمس خطوط وفي السادس نقطع ووالا كما هاكا وهنا ايا نقطع كما هاك نجيب الحبة ووالا نرفض الحبة تاعي ونندخل الصبوع بالصبوع كما هاك هاك ووالا نزيد هاك وهاك وحدا بوحدا نسقمها مليح نحلها كما هاكا هنا قربت لكم مليح تشوفوا هايا نجيب هذه اللاهي التحتانية هايا بنا نلاقيها مع الفقانية اللي مقابلتها وندخله ببوس ندخلها كما هاك ونجبضها يعني شوفوا نوري لكم ونجبضها ندورها هاكا نشدها بالبوس والصبوع الاخر وندورها في يديا راه نحلها كما هاك نسقمها راه تشكل عندكم حبة تاعي ووش العجينة اللي يقترقوها شوية مش كما قلتوكم من اكد عليها مش شغلة بزاف مش رقيقة بزافة هاكا بشقي وجيش باب هاوين الحبة تاعي ووالا هادي هي دو نكمل كمية العجينة اللي حباتي وجدتهم هادي نكمل كمية ونقلوهم في رحبا ان شاء الله ها لو حبيباتي هنا كملت كل شي يعني قالت لكمية عقري ووش يقولي ايا هنا انا بديت نقلي اا قريت مقلة واحدة هنا يا الزيت اللي عندكم المقلة تعقري ووش ديروا مقلة عقري ووش انا عندي بصرح مباش نجبضها كنت في الاعمق سنطيم ذاتك النقل باية حمره الوحيد للأخداء ويقف بنوت الحمر بالنقلة هل관 در استمر اصطى كفر guardiansيilippine كونه بالنقلة حمره لأتكون القد فشل هي حمرها كافل مع الحسن بأره يقوده أكثر اensa العجين نقلت بالحفاق ثم نقل ندافع هذا هو القريوش تعنا نحسل عسلهم يكون بارد نقليتها قاعدة وعسل يكون ثقيل يكون ثقيل بارد وهذا هو القريوش تعنا سوف يقصد لكم حبة نتمنى ان يقرمش نتمنى ان تجربوا نجد نهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله هذه الوصفة تكون عجبتكم سلام حبوباتي